سيارة هيوندي بالي سيد الدشنة العام الماضي كأكبر سيارة في عائلة طرازات هيوندي وكانت خطوة موفقة من الشركة الكورية لأن الطلب ارتفع بشكل غير عادي على السيارات من هذا الحجم وقدرت بالي سيد 2020 إنها تثبت نفسها بهذا الفئة لكن اليوم شركة هيوندي قررت تجرب خطوة جريئة اللي هي إصدار فائق الفخامة من بالي سيد بيحمل اسم كاليغرافي وحيتمتع بمجموعة من التجهيزات المميزة والحصرية بالنسبة للتصميم الخارجي حصلت بالي سيد كاليغرافي على شبك أمامي فريد مع لمسات كروم في حين الأضواء الأمامية والخلفية راح تتميز بإضاءة خاصة مختلفة بحسب تصريحات الشركة وبتيجي السيارة كمان مع جنود حصرية مقاس 20 بوصة أما في الخلف فحصلت على ضوء مكابح عريض LED فوق الزجاج الخلفي التغيير الأكبر كان في الداخل لأنه مقصورة بالي سيد كاليغرافي بتتميز بعجلة قيادة جلدية وأبواب مبطرة بالجلد ناهيك عن السقف المغطى بجلد الشاموى وبما أنه هذا الإصدار مبني على فئة limited فحيكون مزود بكل التجهيزات الموجودة في هذه الفئة واللي بتشمل شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة للنظام الترفيهي مقاس 10.25 بوصة مع نظام ملاحة ومقاعد مفروشة بجلد النابة مع ميزة التدفية والتهوية ومقاعد الكابتن المنفصلة في الصف الثاني ونظام صوتي هارمان كاردن رح تستمت كاليغرافي قوتها حصرا من محرك V6 سعة 3.6 لترات بقوة 291 حصان وعزم دوران 355 نيوتم متر وحيتم إرسال القوة إلى جميع العجلات بصورة قياسية من خلال غير أوتوماتيك 8 سرعات هذه الإسيوفي الفاخرة رح تنطلق في الأسواق العالمية اعتبارا من الشهر الجاري بس إلى الآن ما في معلومات مؤكدة بخصوص توفرها في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية صحيح أن الشركة ما أعلنت عن سعار هيوندي باليسيد كاليغرافي ب2021 بشكل رسمي لكن تم تسريب السعر عن طريق أحد الموزعين في الولايات المتحدة الأمريكية وعرفنا أن سعرها هيبدأ من خمسين ألف دولار أمريكي تقريبا أي ما يعادل 187 ألف خمسمية ريال سعودي بس على الأرجح رح يكون السعر مختلف شوية في حال توفر هذا الإصدار في السعودية والشرق الأوسط حب أن نسمع أراكم أعزائنا المتابعين هل تتمنوا أن تتوفر باليسيد كاليغرافي الفاخرة في أسواقنا؟ وكم تتوقعوا يوصل سعرها في السوق السعودي؟ شاركونا أراكم في خانة التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات اسمانا أراكم في قناة التعليقات